السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي هاد النهار شاء الله غنقدمو حقيقة الحسد بالنسبة للأرانب وكيفاش نتغلبو عليه اول حاجة يمكن تحدث عليها في هذا الموضوع هو ان الحسد موجود داخل الانسان وهو مذكور في القرآن الكريم كيفاش غدي نتغلبو عليه وكيفاش نحسنو الاناني بيالو منو الاناني بيانة منو هدا هو موضوع بيال هادنة اذا كل مربي بحقيقة يجيب انو يتوكل على الله اولا وان يشتغل مزيان على الاناني بيالو بحيث انو يعطيه كل وقته من ناحية التنظيف والمراقبة والتحصين من الامراض الى اخرى من الاعمال في تربية الاناني لكن ما يجب فهمه هو ان الاناني هي جد حساسة وهي تتعود على الناس كتتعود عليكم بزاف وكتخاف من الغريب تتعود عليكم شوية في شكل ولكن هي في الحقيقة تتحس بالواحد وكتخاف من الشي واحد يعني معمره ما تلقى معه فممكن ان يعني ان تصاب بالحسد وكتخاف تموت واحد تلو الآخر بمجرد نظر اليهم من طرف الغريب فماذا في حقيقة ماذا يحدث بالضبع كيف اسموك يحدث الذي يحدث ان هناك نقطة ثان في حقيقة الاولى هي ان الشكل الاناني بخصوصا من كيكون صغر كيكون الشكل دياله يعني جميل وكيكونوا يعني ابو ياد ولا عندهم واحد نقولوا واحد الفرو زوين يعني لانا الانسان كي نقولوا كيحسدهم على ذلك الزين دياله وكين نوع خور ديال الحسد وهو الحسد من طرف الشخص اللذي كيشوفهم وما يعني وكي كيكون حاسك داخليا خصوصا ان اذا يعني كان في الجو البارد مثلا يكون الخلفات بزاف كتكون الرواج في تربية الأرانب وكتكون كترة الخلفات كذا هو كيحسد واحد الحسد بلا ما كيشعرك كيقول باللي انتهرة عندك بزاف ديال الأرانب هذه وحلي كيشتغل في صمت هذاك الحسد دياله كيشتغل في صمت الى ان ينفجر يعني يجب مجرد خروج هذا الشخص من المنزل ديالك فمجرد الخروج ديالك يبقى يموتو الأرانب بالله يحكم اما الحل هو انك يجب ان تقول للفقس الذي يدخله عندك ولو من باب الدعاء يعني تقول له غيب الضحك مثلا تقول له يقول قدامك بالصوت واضح مثلا لا حول ولا قوة الا بالله تقول له يقول ما شاء الله قل له قولها 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 اللهم زيد ودارك من هذه الكلمة هذه من الأحسن هو يبقى يقولها قدامك يعني انت تسمعها باللي راه قالها قدامك وبعد ما يخرج من عندك هذا الشخص مباشرة حاول مثلا تقرق شوي ذي القرآن قول عدو برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر نفاثاتي في العقد ومن شر حاسد اذا حسد تقدر تقول اللهم وسع لي في رزقي واحفظني من عين الحسود هذه غي كلمات ممكن انك تقولها وي لابد تعود الفيديو وتحفظو هذه الكلمات راه مزياني اذا وان كان هذا الشخص لا ينوي ان يحسدك يجب تحصين نفسك من الحسن اما اذا كان ينوي يعني هو ناوي هنيشان كينوي ذلك وكان فقد الشيء اللي انت كتملكه يعني هو ما عندوش هذيك الحويج وحسدك نيشان مباشرة فيجب تحصين كذلك ومن الاحسن ان بحقا من الاحسن ما تدخلوش عليكم شي واحد براني يعني وخليوا هدوك الشمعة انك تسميها شمعة دي الالانيب خليها تبقى موقادا وانه تبقى الالانيب ديولك من الاحسن يبقوا تحصنين داخليين اسمه هي داخليين وهي انو ما يشوفهم شي واحد خلي ذلك الشمعة شاعنا ما تطفيهاش هذو هاد الالانيب عبارة عن عن شمعات انتم وحاولوا انكم وخا تكونوا باغين تبيعوا شي واحد حاولوا انكم تخرجوا هذك هذك الارنب وديروا فواحد صميك وتعطيوه لو تقولوا ها هو ويشوفوا مثلا غير من الصاك مشيتش بدووا قدام الناس ويبقوا ويشوفوه الناس راه ها مشكلة ومشكلة كبيرة اما يلا مشيتش تطلعتوا هذك الشخص اللي بغيشري تطلعوا لعندكم راه مشكلة مشكلة ومشكلة كبر يعني حاولوا انكم تحتاطوا من هذ النقطارها مشكلة كي وقعوا فيها بزاف دي الناس وخا كي يكونوا محصنين ضد الالانيب ديالهم ضد جميع الامراض كتوقعوا واحد الفترة انهم كي يوقعوا في هذه المشكلة ديال ان وخا ما كينتمرض كي يجيهم انهم كي يطايحوا وواحد تلوات اخر يعني كي بقوا يطايحوا بحلي نقولوا بحلي ضربتهم بشي بشي ماراض اللي يسر وبقوا كيموتوا كي يكتع كي يكين المزرعة كاملة اللي مشكلة اللي يسر بواحد بواحد شوفة من من وحد الشخص هذا الشي رأي وقع انا كنحاول اني نوصل لكم حاولوا انكم لتفهموا اسمويا كلمة الحسد بالنسبة الالانيب ديالكم هي رفعة كتكون غيرة في اللول وكتبالور الى حسد ومن بعد كتولي كتنفاجر كما قلت لكم وكتولي يعني واحد شحاجة اللي بتربية الالانيب انتم ما مفهوماش انتم ما مادم ما ما فاهمينهاش ما ما عارفينش الالانيب ديالكم كيفاش الله يصير غادي غادي تضربوا حاولوا انكم هالفكرة ما اي موربي كيكون نجحلوا المشروع كيفرح كيفرح كيفرحوا للناس كيفرح على الالانيب ديالو كي مشي عند الناس يبقى يفرح معاهم واذاك الفرحة ممكن انها تخسرك كل شي حاولوا انكم تخليوا الشمعة موقادة حاولوا انكم ما تفاوهاش لانانيب هادو كي اتربوا بزاف بهذا الموضوع هادا الحلقة ديالنارها سالات تكيووا على زر جيم باش تسندونو تكيووا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة